في الملف السياسي كذلك حمل تحالف الفتح حكومة مصطفى الكاظم العواقب التي يمكن أن تنتج عن تأخير إعادة 35 ألف مقاتل من الحجد الشعبي فسخت عقودهم في وقت سابق وفي بيان صدر فجر الجمعة حمل التحالف الذي يتزعمه هادي العامري في بيان الحكومة نتائج ما وصفه بالتسويف في إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة في الحشد متسائلا عن أسباب امتناع الحكومة عن إعطاء الموافقات لإعادتهم على الرغم من تخصيص الأموال اللازمة لذلك في موازنة العام الحالي وشكك البيان بدقة ما يتم تداوله حكوميا حول عدم كفاية التخصيصات المالية لإعادة 35 ألف من المفسوخة عقودهم مبينا أن تحالف الفتح سيمارس الضغوط القانونية كلها من أجل إعادتهم إلى الخدمة أسوة بنظرائهم في وزارتي الدفاع والداخلية وكانت تحالف الفتح وافق على الموازنة الحالية بصعوبة بعد إرضائه بإعادة ألف المقاتلين من الحشد لكن الفصائل تقول إن الحكومة أخلفت وعدها بحجة الأزمة المالية